أبدأ معك جويس أنت في رميش وهناك على مسافة قريبة جدا منك هناك قصف على عيت الشعب من جديد صحيح خالد المنطقة التي تم استهدافها طيلة هذا اليوم بالغارات الإسرائيلية تستهدف مجددا هذا اللحظة كذلك بغارة جديدة على هذه المنطقة الواقعة في عيت الشعب في المنطقة الشرقية الجنوبية لعيت الشعب والتي تستهدف منذ صباح هذا اليوم بالغارات الإسرائيلية تراجعت نسبيا حدة القصف المدفعي على عيت الشعب خالد هذا اليوم ولكن سمعنا بين الحين والآخر أيضا استمرار الاشتباكات المتقطعة عند محور عيت الشعب رامي القوزح وكذلك انتدت أو اتسعت رقعة الاستهداف في هذا المنطقة تحديدا وصولا إلى أطراف دبل وإلى بلدة حنين التي شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عليها وقصت فتها أيضا المدفعية الإسرائيلية هذا اليوم هذا السيناريو أيضا ينطبق على عدد من القرى في القطاع الشرقي بدءا من الخيام التي تعرضت لقصف المدفعي ولغارات إسرائيلية وصولا إلى مثلث على عديس رب ثلاثين ومركبة الذي أيضا تجري فيه محاولات تقدم إسرائيلية باتجاه هذه القرى وهذا المثلث تحديدا وتجري فيه اشتباكات ويقوم حزب الله كذلك باستهداف تجمعات الجنود الإسرائيليين المتواجدين عند أطراف هذه البلدات وكان آخر بيان لحزب الله تحدث أيضا عن استهداف تجمع للجيش الإسرائيلي في أطراف بلدة حولة وهي أيضا من البلدات الحدودية في القطاع الشرقي وهي على نفس الخط عند العديس ومركبة ورب ثلاثين وصولا إلى حولة ومنها بعد ذلك إلى ميس الجبل وغيرها من البلدات وبالتالي المحاولات مستمرة للتقدم البري الإسرائيلي باتجاه القرى والبلدات الجنوبية الاشتباكات أيضا مستمرة ويقوم حزب الله بإطلاق صلياته الصاروخية إن كان على أطراف هذه البلدات وتجمعات الجنود الإسرائيليين المتواجدين داخل القرى والبلدات الجنوبية الحدودية وكذلك الأمر يستهدف قواعد عسكرية مركز الصناعات اليوم تم استهدافه كذلك وزيادة أيضا في القدرة الصاروخية وفي عدد العمليات التي ينفذها حزب الله كنا تحدثنا طيلة هذا اليوم عن أنه يوم أمس كان هناك تسع وثلاثين عملية نفذها حزب الله معظمها بصليات صاروخية ويستمر أيضا بإطلاق الطائرات المسيرة والمسيرات الانقضاضية باتجاه الداخل الفلسطيني وبالتالي نحن أمام استمرار لعمليات التصعيد هنا استمرار لمحاولات التواغل وللاشتباكات مع الجنود الإسرائيليين وبالتزام أيضا يستمر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات على عدة قرى وبلدات جنوبية بعيدا عن الخطوط الأمامية قبل أن يتابع الذي يحدث على الجانب